تواصل سلطات السعودية جهودها الحتيتة لتنفيذ أعمال مشروع التوسيع الثالثة للمسجد الحرام الذي يهدف إلى زيادة السعى الاستيعابية للمصلين فيه من 670 ألف مصل إلى نحو مليون و300 ألف مصلين وتعد هذه التوسيع الأكبر في تاريخ المسجد الحرام وتجسد حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لديوف الرحمن وتهيئة بيئة مريحة وآمنة لأداء مناسك العمرة والحق اشتركوا في القناة